اشتركوا في القناة الذين قاموا بشراء بعض الاشجار من مشتل القناة وهي شجرة الرمان نتعرف النهاردة على بعض المشاكل اللي وجهته في شجرة الرمان وهي عدم عقد الظهور وتحولها الى سمار يعني تساقط الظهور وعندنا مشكلتين تانيين هو اصابة هذه الشجرة بحشرة المن واصابتها بحشرة البياض الدقيقي وبنشوف كيفية علاج هذه السلاس مشكلات ده كان الوصف العام للشجرة ده شكل الظهور الخاصة بشجرة الرمان وطبعا الظهور دي قبلتها مشكلة ان هي بتتساقط دون تكون السمار وذلك لتعرض هذه الشجرة الى ظروف مناخية سيئة وهي ارتفاع درجات الحرارة والعطش وعدم الاعتدال في الري ده بيؤدي الى تساقط هذه الظهور وعدم تحولها الى سمار وده كان الوصف العام للشجرة دي بنعرض لكم الان احد الافات الزراعية الحشرية التي اصابت هذه الشجرة وهي الافة الاولى هو تكون المن ده الاصابة بالمن تحول الاوراق الى اوراق متجاعدة ضعيفة جدا نتيجة تكون المن على هذه الاوراق الغضة الطرية ثم تحول الاصابة الى شيء اكبر يعني عملية تعييد للاصابة وهو تحولها الى الندوة العزلية وبنلاحظ على احد الافرة احد الاصدقاء للمن وهو النمل النمل الذي تكون على هذه الشجرة نتيجة تكون الندوة العسلية او النمل لو بدأ يتحرك على ايدي اهوت ده نتيجة اصابة بحشرة المن التي تحولت الى الندوة العسلية يعني فيه عند هنا محلول سكري نتيجة الاصابة وتحولها الى الندوة العسلية وطبعا اللي بيخلص ليه النمل دوة فيه حشرة تانية اسمها حشرة ابو العيد ديت من الاعداء الطبعيين للنمل طبعا التغلب على الاصابة بالمن ده باستخدامه بيد حشري بنشوف احد الاصابات الاخرى وهو الاصابة بحشرة اخرى هي حشرة البياض الدقيقي كما تلاحزون هي حشرة البياض الدقيقي اهي يعني الكاميرا بتقرب منها شوية اهيت هي الحشرة البيضاء ديت حشرة البياض الدقيقي وهناك حشرة اخرى اهي ديت حشرة البياض الدقيقي وده طبعا كان يعني مجمل الاصابات التي اصابت شجرة الرمان هذه بحشرة المن وحشرة البياض الدقيقي وكميات النمل التي تكونت نتيجة تكون الندوة العسلية طبعا التغلب على هذه المشكلات السلاس هو الاعتدال في الري وتوفير جو مناسب لهذه الشجرة نتيجة عدم كفاية التربة والري الخاص بهذه الشجرة وطبعا اصابتها بحشرة المن وحشرة البياض الدقيقي وده كان علاجه هو الاستخدام احد المبيدات الحشرية كنا معكم اليوم الوصف العام لشجرة الرمان والمشكلات التي تواجهها من تساقط الظهور وعدم تكون او عقد الظهور تحولها الى سمار ثم الاصابة بحشرة المن وحشرة البياض الدقيقي دمتم بامان الله ورعياتي وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة